لا الحيوان ما لهن الحيوان ليس مكلفا والشريعة تقول أن الأصل في الأصل في الأحكام للمكلفين الأصل في الأحكام فأنها ليه للمكلفين لكن المكلف أمر أن يحسن إلى الحيوان في كل ذات كبد رطبة أدر وإن الله عز وجل وإن الله عز وجل لام نبيا أن حرق قبيلة من النمل لأن نملة قرصته قال هل لا نملة هل لا نملة واحدة فحتى في عالم الحيوان فإن الظلم منهي عنه فإن الظلم منهي عنه فإنه يأثم على هذا الظلم ولذلك إن المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها لا تركتها تأكل من خشاش الأرض ولهي أطعمتها لكن الداب الحيوان ليس مكلفا لكي يؤمر أو يطالب بعمل لكن لا يجوز ماذا ظلمه والنبي من حديث جابر في الصحيح لما دخل ذلك البستان وإذا بجمل ناد يعني جبل كان هايج فناداه النبي فأنزل عليه الصلاة والسلام رأسه بين كفي النبي وأخذ يبكي قال إن هذا البعير يخبرني أن صاحبه يكده يظلم النبي كان يعرف لغة إيش الحيوان عليه الصلاة وتم التسليم فقال من صاحبه فقام شاب من الأنصار قال أنا قال استوصي به خيرا استوصي به به خيرا وأيضا في البقرتين التي ركب صاحبهما عليها قال إن الله لم يخلقنا للركوب وهكذا فكل هذا لا يجوز ويأثم من فعل ذلك بالحيوان ونزل فيه الوعيد الشديد كما ذكرنا فيه الأدلة الآنفة الذكر نعم ولذلك من العيب أنك تريد بعض الناس يكونون في الحرم فيلعبون بتنفير صيد الحرم أو حمام الحرم عشان يأخذ لقطة يأخذ لقطة يقول مدخل ابنه وطفله ويقول ما إيش فما الذي يحدث ينفر هنا الحمام ويطير يقول ما أخذ له إيش لقطة ينزلها في الواتس وينزلها في الفيس ويغرد غرد بصورة وينزلها كده وما علم المسكين أنه قد أثم إثما عظيما خالف فيه نهي النبي الذي قال ولا ينفر صيده ولا ينفر صيده وأيضا من العيب أنك تريد بعض الناس يأتي بالقطة في البيت وفي العصور ويعطيه لأطفال الصغار عشان يمسكوها يقعد إيش ها يلفون بها يدوخوها دوخين يلمونة يلعب لدوخين يلمونة يدوخ يدوخ القط أو يدوخ العصور وما علم أنه يأثم على هذه على هذه الأفعال كل هذا يدل على كمال هذه الشريعة التي راعت أدق تفاصيل الحيوان والإنسان حتى الجمادات راعت فيها هذه المرعاة فحرمت الإنسان أن يقطع له ماذا؟ أن يقطع له شجرة ونهته عن يقطع ما يستظل الناس به أو أنه يقضي حاجاته تحتظل تحتظل الناس إلى غير ذلك وقال اتقوا الملاعنة اتقوا الملاعنة الثلاث نعم ترجمة نانسي قنقر